بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم محمد الكرام مرة اخرى. هنيك بقى لحاجة عشان تخلينا نقدر نتحقق من وجود بيانات حقيقية داخل الجدول بتاعنا هنا بصورة متقدمة اكتر. فعلى سبيل المثال انا لو ببحث عن جملة تايتل هي موجودة عندي في الصفحة لكن مفيش بيانات حقيقية جاي من قاعدة البيانات. وده لو استخدمت معاها الاسيرت سي هيلاقي ان الجملة موجودة ولكن مفيش بيانات حقيقية. فعشان اتحقق من وجود البيانات دي زي ما انا عامل هنا عندي في بتاعي زي كده عندي وهو في عندي هنا بوست وفيه بوست طالع من وبطبع البيانات بكل بساطة. هنا بقى ممكن استخدم حاجة اسمها في الاسيرت فيو هاز. في الاسيرت فيو هاز بتاخد تو براميتر. البراميتر الاول هو انه بيتحقق من وجود عنصر او جوة البيو بتاعك. ولو على سبيل المثال جينا طبقنا الفكرة حنلاقي ان فعلا عندي بيزد للداتا وفعلا عندي متغير بيحمل مجموعة بيانات اسم بحسب البلايد فايل. لكن عايز اتاكد ان بوست بيرجع او البوست بترجع اللي هو من خلاله بتحقق من وجود البيانات. فعلى سبيل المثال انا لو جيت هنا عينت البيانات دي على المتغير بتاعي بوست. وجيت في البراميتر التاني هو بي ديفولت بشكل افتراضي بيكون نال. واقدر استخدمه في التحاقق من الكولباك ديتا اللي راجعه. وهنا بستخدم الانونموس فانكشن اللي من خلالها بتأكد من ان في بيانات راجعة من البوست. فبالتالي هقول item contains البيانات اللي جاي من البوست. واقدر طبعا ناجي هنا واقول use للبوست فريبون. عشان عمله في الكولباك. فبالتالي بعد انشاء البيانات هبدأ ابعت البيانات دي للكولباك. وتأكد من وجودها داخل المتغير بوست. عوضا عن الاسيرت سي لان هي احيانا ممكن تعمل معايا مشكلة اسناء الاختبار. فبالتالي بالتالي دي انا بتحقق من وجود بيانات راجعة فعلا من المتغير بوست. اللي هو جاي لي في الفور ايتش. فبالتالي هاجي اعمل فريش. مفيش اي بيانات عندي. هاجي اعمل بقى التست. هيقول ان هي بيست. وده معناه ان هو اتحقق من البوست. وبعد كده رجع من وتأكد ان البوست اه فيها البوست ديتا اللي جاية من الموديل اللي انا اعملت بالبيانات. وفعلا بيحتوي على البيانات دي. نقف لحد كده وان كان في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.